بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً ومرحباً بك أخي الكريم ونحن نبدأ دراسة الوحدة الثامنة في مقرر طرق تدريس اللغة العربية عنوان هذه الوحدة طرق تدريس النحو العربي نبدأ بالسؤال الأساسي الذي نطرحه عادة في بداية كل وحدة ما الموضوعات الأساسية التي نتناولها في وحدة طرق تدريس النحو العربي تركز هذه الوحدة على دراسة النحو العربي ونتناول فيها الموضوعات التالية أولاً تعريف النحو العربي ثانياً مفهوم النحو الوظيفي ثالثاً أهمية تدريس قواعد النحو العربي رابعاً صعوبات تدريس النحو العربي خامساً محاولات تيسير النحو العربي سادساً اتجاهات تدريس النحو العربي سابعاً طرق تدريس النحو العربي دعونا نبدأ أولاً بتناول مصطلح تعريف النحو لكي نعرف مصطلح النحو العربي فإننا لا بد أن نتعرض أولاً لمعنى ودلالة هذا المصطلح في اللغة كلمة النحو في اللغة تعني القصد أو الطريق يقال في اللغة نحى نحوه أي قصد قصده هذا المعنى اللغوي نراه موجوداً في المعنى الاصطلاحي لكلمة النحو ففي الاصطلاح عند النحويين تشير كلمة النحو إلى إعراب الكلام العربي أي أن المتحدث يسلك في حديثه سمة كلام العرب في تصريف الكلام وإعرابه وتثنيته وجمعه وغير ذلك من مظاهر تدل على أنه يلتزم سمة الكلام العربي في حديثه وكتابته نجد أيضاً أن مصطلح النحو له تعريف قديم عند العلماء قديماً فالنحو عند علماء اللغة قديماً كان يعني العلم الذي ينشغل بضبط أواخر الكلمات ومعرفة حالتها إعراباً وبناءاً وكيفية تركيب الجملة أرجو أن تركز معي مرة أخرى في هذا التعريف القديم للنحو العلماء القدامى كانوا يرون أن النحو هو العلم الذي يهتم بموضوع ضبط أواخر الكلمات في الجملة العربية ومعرفة حالة كل كلمة من حيث الإعراب والبناء وكيفية تركيب الجملة العربية تركيباً صحيحاً يتفق مع قواعد كلام العرب السؤال الآن ما رأيك أنت في هذا التعريف؟ هل يتفق هذا التعريف مع ما تتصوره أنت عن تعريف النحو العربي؟ هل يتلاقى هذا التعريف مع تعريفك الذهني للنحو العربي؟ هل ترى أنت أن النحو العربي بالفعل هو العلم الذي يهتم بضبط أواخر الكلمات؟ هو العلم الذي يركز على معرفة حالة الكلمة من حيث الإعراب والبناء؟ هو العلم الذي ينصرف إلى كيفية تركيب الجملة العربية؟ أم أن هناك لديك تعريف أوسع للنحو العربي؟ لنرى تعريف النحو حديثاً في علم اللغة الحديث يشير اللغويون والطربويون إلى أن النحو توسع تعريفه فأصبح هو العلم الذي يبحث في التراكيب اللغوية وما يرتبط بها من خواص مختلفة كما أنه يتناول العلاقات بين الكلمات في الجملة وبين الجمل في العبارة إذن حدثت نقلة كبيرة في تعريف علم النحو بين القدامى والمحدثين في الوقت الذي ركز فيه التعريف القديم على وظيفة النحو في أنه يضبط أواخر الكلمات فقط ويسعى إلى تحديد حالتها من حيث الإعراب والبناء فإن علم النحو الحديث قفز إلى الأمام واهتم بدائرة أوسع من أواخر الكلمة ليصب تركيزه الأساسي على البحث في التراكيب اللغوية وعلى دراسة كل ما يرتبط بهذه التراكيب من خواص وعلى تحديد أنماط العلاقات بين الكلمات في الجملة وبين الجمل في العبارة هناك تعريف آخر يرتبط بما نطلق عليه القواعد النحوي القواعد النحوية وهي القواعد التي ينشغل معلم اللغة العربية بتدريسها وتعليمها لدى الطلاب في مختلف مراحل التعليم ما تعريف القواعد النحوية؟ القواعد النحوية كما ترى أمامك في هذا التعريف هي طائفة من المعايير والقواعد المستنبطة من القرآن الكريم والحديث الشريف ومن لغة العرب هذه القواعد هي التي تحدد بالضبط الصحيح وغير الصحيح في الكلام العربي إذن هي معايير وقواعد لضبط الكلام في موقف التحدث أو في موقف الكتابة ولذلك القواعد النحوية هي قوانين اللغة العربية التي تحدد ما إذا كانت اللغة في مواقف التحدث أو في مواقف الكتابة تستوفي شروط الصحة اللغوية أم لا هكذا عرضنا تعريف النحو العربي في اللغة وفي الإصطلاح وتعريف علم النحو عند القدامى وعند المحدثين ثم شرحنا تعريف القواعد النحوي ترجمة نانسي قنقر